سبيل الإعلام أو أشتراكم أهلاً وأسهلاً احسنتكم يتفضلوا يولاد يولوك كانوا تفضلوا يشتريحوا يولاد بيتك الله يخليك الله يحليك في الحقيقة يا خالة صافية قلتنا حينما أنت ممتعة ومفيدة ويحن متشويقين لك ولقد قصر وكيف Darren ربنا يحليك لنا ويحفظك يا رب كتر خيرك كتر خارق. أيوة يا خالتي صفية نحن عايزينك زي كل مرة الليلة تحكي لنا قصة من قصص الأنبياء بطريقة سردك الجميلة الكلنا بيحبها وكل الناس بيحبوها. حاضر يا بتي. أنا حأترك لكم الخيار. عايزيني إياتوا قصة. أنا بختار قصة حياة سيدنا المسيح عيسى عليه السلام. رأيكم شنو يا جماعة؟ آي موافقين. إنو خالتي صفية تحكي لنا القصة دي خاصة إنو عيد الكريسماس هيكون على الباب بعد أيام. أيوة أيوة فعلا والله دا يا خالد اختراح كويس جدا. وأنا موافقة رأيك شنو يا مونة. كلنا موافقين. آي كلنا موافقة. خالص بكل شرور يا أولادي أنا ما عندي أي مانئ بس القصة دي طويلة جدا. وبالمناسبة دي عايزني أحكيها ليكم على أجزاء زي القصة الطويلة الفاتت ولا كيف. كتر خيرك يا خالتي صفية والله دي فكرة كويسة جدا إنك تحكي لنا القصة دي على أجزاء. عشان نقدر نفهمها ونستمتع بيها ونستمتع بيسر دي كالحلو البسيط. حاضر. أيوا دي اختراح فعلا جميل جدا. كويس. بس قبل كده أنا عندي سؤال يا خالتي صفية. مهم. ليه المسيحين بيقولوا لي سيدنا عيسى ابن الله. دا سؤال مهم جدا يا مونة يا بيدي. كلمة ابن الله دي ترجمة حرفية للقب المسيح وفي الحقيقة المعنى غير كده خالص. الكلام دا ما بيعني الولادة الطبيعية ولا بيعني ولد ووالد وإنما دا زي ما بنقول مجازا ابن الحارة ابن السودان البار مثلا. والمقصود إنه المسيح هو حبيب الله الفريد ومقامه مقام البكر في عائلة بشرية وهو بدوره بيدي الحق لأدباغه عشان يكونوا أهل بيت الله. والله هو راعيهم جميعا ولأمرهم الرحيم. وبمرور السنين استخدم المسيحيين لغب ابن الله إشارة لكون المسيح هو من الذات الإلهية. ولكن عشان تعبير الأب وابن الله وأبناء الله بيقوا يشويشوا المعنى يا جماعة نحن استبعدناهم من هنا خالص في القصة دي. شكرا لك يا خالة الصفية دلوقت الموضوع ده وضح لنا شوية. طيب يا شباب الليل خلوني أحكي لكم الجزء الأول من القصة دي. طيب. بالطريقة اللي كتب بيها طبيب يوناني اسمه لوغا. لوغا ده كتب رسالته بعد فترة من صعود المسيح عليه السلام للسماء. وضمن المشاهدات الحية للناس العاشوا في زمن المسيح. وبعد ذاك رسل لي واحد من معارفه اسمه سيوفيل عشان يتفكر فيها. ودي يا جماعة بداية رسالة لوغا لسيوفيل. الأخ العزيز ثيوفيل تحياتي وشوقي ليك. الليلة حبيت في رسالتي دي أكتب ليت قصة سيدنا عيسى عليه السلام. وطبعا في ناس كتار كتبوا القصة اللي تحققت بمشيئة الله دي. حسب ما سمعوها من أدباع سيدنا عيسى الأوائل. اللي بيقوا يدعوا الناس لقبور رسالته. وكمان أنا بينفسي اتأكدت من كل حاجة بدقة من بداية القصة لنهايتها. وعشان كده حبيت أكتب ليك كل شي بطريقة مرتبة وواضحة. وأؤكد ليك إن كل أحداث القصة دي حسب روايات الناس اللي كتبوها صحيحة ومضبوطة جدا. في الختام ليك مني كل الود وفي أمان الله. دي يا جماعة كانت رسالة لو قالت يوفيل. يا سلام شكرا لك يا خالتي صفية. الله يخليك. والله هنا احنا منتظرين ومتشويقين جدا عشان نسمع قصة سيدنا عيسى عليه السلام. أكيد قصة ممتعة يلا حقيا لينا. طيب يا أولادي. قبل ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام كان في ملك اسمه هيروديس الأكبر. وفي أيام الملك ده اللي هو كان ملك منطقة يهوزة البتضم مدينة القدس المحتلة بواسطة الرومان. كان في راجل اسمه زكريا. وزكريا ده كان من جماعة اسمه جماعة أبيه ابن هارون. والجماعة ده كانوا من الأحبار بالإضافة لمجموعات أخرى. يعني رجال الدين اللي كانوا مسؤولين من أمور العبادة والشفاعة في بيت الله. وزكريا ده كان متزوج واحدة اسمه أليسى بات. وهي برضو كانت من خشم بيت هارون. وكانوا الاثنين مستغيمين وبيطيعوا الله طاعة كاملة. والله كان راد عليهم. لكن ما كانوا والدين. ما كان عندهم جنة. لأن أليسى بات كانت عاكر. وكمان كانوا الاثنين كبار في السن. والأحبار الذكرناهم دير يا جماعة. كانت دور عليهم عشان يرموا القرعة ويحددوا بيها واحد منهم. عشان يمشوا يولي على البخور في بيت الله. وفي مرة القرعة وقعد على زكريا. وزكريا دخل بيت الله. وكان الناس الباقين كلهم بيصلوا برده. في الوقت ده جال زكريا ملك جوا بيت الله. والملك ده وقف جم منصة البخور من الناحية اليمين. وزكريا لما شاف الملك ده خافوا بيها يرجف. لكن الملك لما شافه خايف طمنوا وقال ليهو. لا تخاف يا زكريا. لأن الله استجاب للدعاء بتاعك. لذلك مرتب الإصابات حتى لديك ولد. وانت ستسميه لحيا. ستفرح بيهو جدا. وكمان في ناس كتار سيفرع بيهو. لذلك مقامه سيكون كبير جدا من دله. وما سيشرب خمرة. ولا أي شيء تذكر. سيتمن بالسر الإلهي. وهو في بغنهم. وحيرجع ناس كتار من بني إسرائيل للمولا ربهم. وقوة السير الإلهي فيه ستكون زي ما كانت في النبي إلياس عليه السلام. عشان يخلي قلوب الآباء حمين على وليداتهم. ويرجع العصين للطريق المستقيم. وبكده حيخلي الناس مستعدين عشان يقبلوا مشيئة الله. طيب يا الملك الكريم. شنول بخليني أعرف إن كلامك ذا صح. عشان أنا هالسراج العجوز. وبرضو ملتي كبيرة في السن كمان. أسمعي يا ذكرية. أنا جبريل. مبعوث العناية الإلهية. والله رسلني عشان أكلمك. وأديك البشار السمحني. وبالمناسبة من هزة أنت ستتبقى. وما ستبقى تتكلم. لغاية ما يتم الموضوع على تكلمتك بهذا. لأنك ما صدقت كلامي اللي قلت لك. والحيتم في وقته. أحيا يا جماعة. الناس البر كانوا لسا باستنين زكريا لغاية ما يمرق. وكانوا مستغربين من تأخير جوا بيت الله. ولما مرج ما قدر يكلمه. لأنه كان فعلا تبكى. بيجي يتكلم معاهم بالإشارة وبس. وعرفوا إنه شاف ليه رؤية في بيت الله. وبعد مدة خدمة وما تمت في بيت الله. رجع لي بيته. وبعد ذاك مرته أليس عباد حملت. سبحان الله. وأثناء حملة لزمت بيته. وما كانت بتمرق بره لمدة خمس شهور. وكانت فرحانة وبتقول. الحمد لله. أحمد الله واشكره. أحمدك يا الله رحمتني وكفي تنشر كلام الناس الكثير. وفي الشهر السادس من حمل أليس عباد. الله رسل الملك جبريل لي بيضع زراء. بيت مام الزاوية في بلد اسمه الناصرة في منطقة الجليل. والبدي اسمه مريم. كانت مخطوبة لشاب اسمه يوسف. ويوسف ده كان من خشم بيت النبي داود عليه السلام. وجبريل جاء وقال لي مريم. سلام عليك. يلخصاكي ربك بالنعم. وهيكون معاتي دائما. وما هيهميك أبدا. ومريم لما سمعت الكلام ده ارتبكت شديد. وقالت لي نفسه. يا ربي السلام ده معناه شنو. قمناه سبته شنو. وهي ليس بتفكر جبريل تكلم معاها تاني وقال ليها. يا مريم. ما تخافي. عشان نلخصاك بنعمته. وانتي ستحملي. وحتلج لك ولد. وحتسميه عيسى. وحيكون عظيم الشام. وحينادوه المسيح. حبيب الله. الفريد. الحيتوج على العرش. والله سبحانه وتعالى. حيدوه عشان نبي داود. جده. وحيسود على شعب الإسرائيل. إلى الأمن. وما حيكون للملوك بتاعه نهاية. سامح يا الملك الكريم. كذي يقول لي. كيف تحيحصل. وأنا لسه عزراء أمامه تزوية. يا مريم. المبروكة. السر الإلهي. حينزل عليك. وقوة الله العلي العظيم. حتحرزك. وتجديك الجنة. وترعاك. عشان كده. ابني الحتلديه دا. حيكون معروف بالمسيح. صفي الله. لأنه. الله سيتبرج على العش. يا مريم المبروكة. ما في شي مستحيل عليها. شوفي. أهي. قريبتك. الإصابات. حملة بيولد. مع إنها كبيرة في العمر. دي اللي كانوا بيقولوا عليها عاجب. هي. دي الوقتي. في شهرها السادس. يا الملك الكريم. أنا خدم الله. والبجيبه لي الله كله سميه. وبعد ذاك. الملك خلى مريم. ومشى من جنبها. طيب يا أولاد. دي كانت نهايتي بجزء الأول لنا. أنا حليف هنا. فيه مرة الجائر وعلى الله. تسلم إن شاء الله. الله يخليه يامنا. الله يخليه يامنا. تحية زروق. إخراج. تماضر شيخ الدين.